تمكنت عناصر الأمن الوطني العاملة بالنقطة الحدودية مطار محمد الخامس ليلة الأمس من إيقاف شخص يحمل جنسية إحدى الأقطار الأوروبية هو من أصل إفريقي كان قادما إحدى دول أمريكا اللاتينية متوجه إلى إحدى أقطار الغرب الأفريقي ضبطت بحوزة كمية مخدرات قوية نوع كوكاين بلغ وزنها 3.5 كيلوغرام معنى بالأمر لدى وصول الطائرة التي كان قلها عرض على المسيح الضوئي بالريون إكس وكذلك على فرقة الكلاب مدربة تابعة للشرطة قضائية منطقة مطار محمد الخامس فضبطت الكيمية مخبأة بإحكام داخل حقائب يدوية بلغت 6 حقائب فتم عرض عين منها على المختبر المحلي الشرطة العلمية والتقنية فتبين بأنها مخدر الكوكاين العالي التركيز الشخص المعني بالأمر تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية بإشراف مباشر من السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالضربة كما تجذر الإشارة إلى أنه بتنسيق مع المصالح المركزية المديرية العامة الأموطنية تم إخبار تمتيلية ديبلوماسية للبلد الذي يحمل الجنسية بعملية الإقاف وهو الآن موضوع تحت الحراسة النظرية لدى فرقة الشرطة قضائية منطقة مطار محمد الخامس الأبحاث والتحريات متواصلة مع المعني بالأمر قصد تفكيك الشبكة الإجرامية التي ينتمي إليها وسيتم تقديمه إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالضربة فور الانتهاء من الأبحاث والتحريات ترجمة نانسي قنقر